صباح الخير نتواجد الآن بالقرب من أحد مراكز الاقتراع وسيتفتح أبواب هذا المركز لاستقبال الناخبين يعني تقريبا بعد نصف ساعة من الآن حيث حددت المفوضية موعد لاستقبال الناخبين في الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءا هناك حقيقة أرقام أعلنتها المفوضية في هذا اليوم وتتضمن طبعا عدد المراكز وهي 518 مركز وأيضا عدد الناخبين الذين حقيقة يستحقون التصويت وهم 1.458.743 ناخب هم من يشملهم حسب العمر القانوني طبعا يشملهم التصويت وأيضا عدد المرشحين الذي بلغ 517 مرشحا بعدد التحالفات هدائه 11 تحالفا وأيضا هناك سبعة أحزاب الجميع يتنافس على 22 مقعدا في مجلس المحافظة وأيضا يضاف لها مقعد للمكونات هذا حقيقة مجمل ما أعلنته المفوضية بالنسبة للإستعدادات أعتقد أن هناك استعدادات كبيرة أدتها المفوضية وهي قالت بأن هناك حتى استدلال وإشارات للناخبين حيث ستكون هناك إنسابية في عملية الدخول وأيضا الإختراء ومن ثم الخروض حتى لا يكون هناك زخم على المراكز وأيضا هناك مجالات خاصة أيضا واستدلالات خاصة لذوي الإحتياجات الخاصة كل هذا فعلاته المفوضية من أجل أن يكون هناك إنسابية في حركة المواطنين وأن لا يكون هناك زخم شديد بالمقابل أيضا هناك إجراءات أمنية كما تلاحظون الآن هناك انتشار للقوات الأمنية بالقرب من هذا المركز وأيضا شهدنا في الطريق حينما جئنا إلى هنا هناك مراكز أخرى أيضا فيها عدد كبير من القوات الأمنية لكن مع انتشار هذه القوات حقيقة لا يوجد أي قطع للشوارع وهذا الشارع الرئيسي في مركز محافظة البصرة أيضا مفتوح أمام المارة وأمام العجلات وأعتقد بأن الساعات القادمة سيكون هناك توافد للناخبين على هذا المركز وبقية المراكز